تعد بكين من أكبر الشركاء التجاريين للقاهرة وحليفاً استراتيجياً مهماً العلاقات بين الجانبين تقوم على التفاهم والمشاركة وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين شراكة اقتصادية قوية تعكس عمق العلاقات بين مصر والصين التي انتقلت إلى مستويات أرقى وأعمق من التعاون المشترك في جميع المجالات خلال العقد الأخير منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين قبل عشر سنوات حيث تعد بكين من أكبر الشركاء التجاريين للقاهرة وحليفاً استراتيجياً مهماً فالعلاقات بين الجانبين تقوم على التفاهم والمشاركة وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين فخلال عام 2023 وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار و700 مليون دولار فيما بلغت حجم صادرات المصرية إلى الصين نحو 881 مليون دولار في العام نفسه نهيك عن التعاون المكثف بين الصين ومصر في مجال التاقة حيث شاركت أكثر من عشرين شركة صينية في التعاون في مجال النفط والغاز أما في التطوير الصناعي تأتي منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين حيث يوجد بها حاليا ما يزيد على 140 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية وخدمية بحجم استثمارات يتخطى نحو 3 مليارات و300 مليون دولار وتوفر فرص عمل تصل إلى أكثر من عشرة آلاف فرصة كما بلغت عدد الشركات الصينية التي تستثمر في مصر نحو 2418 شركة بحجم رأس مال يقدر بمليار و100 مليون دولار إذن حراك كبير تشهد العلاقات بين مصر والصين لا سيما بعد انضمام مصر إلى تجامع البركس الأمر الذي يمثل أهمية اقتصادية بالغة للدولة المصرية اشتركوا في القناة